تواصل أزمة الثقة بين الرؤساء الثلاثة في تونس دل عليها ما يجري بينهم من مناورات تحولت إلى معضلة من شأنها أن تعطل الدولة ومؤسساتها فالعلاقة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي تحولت إلى تراع يحاول كل شخص فيه أن يضع الآخرة في زاوية ليدفعه إلى الاستسلام أداء اليمين دستورية أزمة تعيشها البلاد منذ أسبوعين بعد التعديل الحكومي الذي حظي بثقات مجلس النواب ولا تزال تراوح مكانه فالوزراء لا يزالون عاجزين عن ممارسة مهامهم بسبب امتناع رئيس الجمهورية عن استقبالهم لأداء القسم أمامه في ظل ظروف وتحديات ضخمة تواجهها البلاد على مختلف الأصيدة حالة شلل إذن تعيشها الحكومة يرى مراقبون أن الغاية منها خنق الحكومة والدفع بها نحو الاستقالة أو الإقالة وسحب الثقة منها بحجة أنها لم تعد قادرة على التعاون مع رئيس الجمهورية ومعالجة مشاكل التونسيين كذلك تعتقد أوصات عديدة أن رئيس الحكومة استعجل بإجراء تعديل وزاري واسع خصوصا أن العديد من الوزراء الذين تمت إقالتهم كانوا من المقربين للرئيس كما أن بعض الوزراء الجدد تم اقتراحهم من قبل حزب قلب تونس وحركة النهضة الذين لهما خلافات كبرى مع الرئيس قيس سعيد وهو ما زاد حالة التوتر لدى الأخير خصوصا بعد الدعم البرلماني الكبير الذي حصل عليه التعديل إلا أن الرئيس استغل ملفات الوزراء المعينين ووجه إليهم تهمة وجود شبهات تضارب مصالح مفترضة ليقلب بذلك الطاولة على خصومه ويرفض تمرير التعديل وزاد من توتر الأوضاع في ظل الاضطراب والاشتباك بين الكتل داخل المؤسسة البرلمانية استياء الرئيس سعيد من مواقف رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعد تصريحاته التي طالب فيها بنظام برلماني خالص وصفا دور الرئيس في النظام الحالي بالرمزي في المقابل أخذ رئيس البرلمان يتقدم بحذر بتوجيهه رسالة إلى رئيس الدولة يطالبه فيها بتحديد موعد القسم لكنه لم يلقى جواباً كذلك بتقدمه باستشارة إلى المحكمة الإدارية في محاولة منه لتجاوز رئيس الدولة ما يؤهله للطلاب من الوزراء أداء القسم أمامه وبالتالي توليهم مهامهم الجديدة ترجمة نانسي قنقر